مصر بقيادة الرئيس أسيسي بتسعى جاهدة لدفع جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة من يومين صدر بيان مهم جدا هذا البيان بيان مشترك بين مصر وقطر والولايات المتحدة حول مفاوضات وقف إطلاق النار البيان أشار إلى أن كبار المسؤولين أجروا محادثات مكثفة في الدوحة خلال 48 ساعة اللي فاتت كوسطاء بهدف طبعا إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق صراح الرهائن والمحتجزين النهاردة هنحاول أن نلقي نظرة كده على تفاصيل البيان المشترك نتكلم عن النتائج المحتملة اللي ممكن تترتب خلال الأيام المقبلة مع ضفنا في استوديو صباح الخير يا مصر اللي منوارنا الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية دكتور طارق بنسعد بوجودك أهلا محضرتك صباح الخير يا فاند صباح الخير يا فاند أهلا محضرتك دكتور طارق بيان مصري أمريكي قطري كيف قرأت هذا البيان؟ تبعاته ممكن تكون هو البيان طبعا السلاسي بيحدد النقاط الرئيسة اللي اشتغل عليها فريق المفاوضين طوال الفترة الماضية بهدف وقف إطلاق النار وتنفيذ المقترح الأمريكي اللي هو مستند على أفكار إسرائيلية والقرار الدولي بالإضافة طبعا للمقترح المصري الرئيسي لأن احنا كنا قدمنا مقترح كبير لثلاث مراحل بنيت عليها المواقف سواء الأمريكية أو الدولية بالإضافة طبعا إلى القرار الدولي الصدر من مجلس الأمر النقطة من أول السطر البيان بيحدد النقاط الرئيسة اللي بيشتغل عليها المفاوضين واللي اشتغلوا عليها خلال الـ 48 ساعة الماضية والحصل نوع من الانفراج وإن شاء الله هتستكمل الخطوات في هذا الأسبوع في تفاصيل طبعا كتيرة متعلقة بعدة أمور منها الموقف الأمريكي الموقف الأمريكي داعم بصورة أو بأخرى فريق مفاوضين على أعلى مستوى الخبرة المتراكمة للوفد المصري المشارك في العملية التفاوضية وده طبعا مش أمر غريب على مصر مصر لها دور كبير جدا طبعا في القضية الفلسطينية ودور متراكم وخبرات متراكمة من فريق المفاوضين فده بيجمع الرؤية الشاملة بالإضافة طبعا للجهد القطري أعتقد أنه وصلنا إلى نقطة النهاية 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 ما تم سواء كان بالنسبة للنقاط التفصيلية لأن كان فيه نقاط تفصيلية حماس شاركت بصورة غير مباشرة عكس ما هو متوقع كانت بتنقل الرسائل في 48 ساعة أول بول لفريق المفاوضين من قبل حركة حماس الموجودين في الدوحة كانت فيه إعلام للتفاصيل الخاصة بالنقاط الرئيسية وده يفصل لحضراتكم المفاوضات ما تولقتش أكتر من يومين لأنه كان أول بول في بعض النصوص اللي تم التحفز عليها بيعاد صياغتها فريق المفاوضين المصريين كان بيقدم الرؤية الأشمل في النقاط الرئيسية طبعا فيه أمور منها مثلا عودة النازحين إزاي هيرجعوا الأعداد وقف الطلعات الجو في نفس التوقيت تأمين رجوحهم بنتكلم على إعادة التموضع وانتشار القوات الإسرائيلية خارج مفيش انسحابات بالمناسبة في إعادة تموضع وإعادة انتشار خارج المناطق الأهلة للسكان الخروج من الممرات وخصوصا موضوع ممر صلاح الدين معبر رفح التواجد العسكري كل ده حيتم انسحابه تدريجيا فيه تفاصيل طبعا أخرى كثيرة لكن في الإطار العام تمت الموافقة على الأطر العامة التفاصيل هي محور ميتم ما كانتش فيه مفاوضات بمعنى مفاوضات فيه اتفاق على خطوات التنفيذ بمعنى أن حضرتك هتلتزم بإيه التعهدات اللي هتعملها الأطر الزمنية اللي هتنفس فيها هل ستة أسابيع هتزيد هتقل هنتبج مراحل تنفيذية مش مجرد مفاوضات من الأول لأنه خبرة المفاوض المصري كبيرة في هذا السياق وهو عدم إعطاء فرصة للجانب الإسرائيلي لإعادة صياغة بعض الأفكار والرؤى خصوصا أن الوفد منح للأمانة تقتضي أن نقول منح صلاحيات كاملة ما فيش حاجة اسمها صلاحيات مش كاملة لا الفريق التفاودي طبعا هم هيرجعهم إلى إسرائيل بعد كانت المفاوضات بياخدوا بعض الصلاحيات في تمرير التفاوض بيتعمل لحاجة اسمها أو تصويت داخل مجلس الأمن المصغر الحكومة المصغرة الإسرائيلية لأن فيش مجلس حرب أنتوا عارفين نتنياهو حل المجلس منذ عدة أسابيع فبالتالي هياخد التصويت القاهرة إن شاء الله تتمم ما جرى في قوة أمريكية دافعة جدا لهذا دي نقطة المهمة بقى دكتور طار دايماً لما بيكون فيه اتفاق بيجي عند بعض التفاصيل الصغيرة فيها الترافين في النهاية وجود الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المحادثات هل حدك شايف أنه ممكن يدفع في اتجاه تطبيق ما تم الاتفاق عليه وخرج في هذا البيان؟ يعني شوف أنا مش من الناس اللي بتدي دور قوي للجانب الأمريكي جانب الأمريكي هو بيلقي المهمة على الأمانة تقتضي يمكن شهادتنا مجروحة لمصر أكتر يمكن لأنه خبرة مصر كبيرة وطبعاً الفريق التفاوض الأمريكي ملم بتفاصيل كثيرة لكن هو يدرك أنه الرؤية أو المقربة الأشمل عندنا في المصر فبالتالي هو بيشتغل معاك على هذه القاعدة الرئيسية بمعنى أنه بيترك الأمور التفصيلية هو قيمة المفاوض الأمريكي أنا في تأدير الشخص الحكتيني أستاذ محمد النقطة الأولى هو الضغط على إسرائيل تمليل الاتفاق ودي نقطة مهمة الجميع طلب بها فحضرك هتسأل طب ليه دلوقتي هل هو في الوقت الضايع خلاص الإدارة الأمريكية بتلمم أوراقها طبعاً في مكاسب هتجنيها الإدارة الأمريكية لازم نقول جزء منها مرتبط بالحزب الديمقراطي مرتبط بالمؤتمر بتاع الحزب الرئيس جو بايدن عايزين الرسالة مكسب بيتكلم طبعاً لجاليات عربية وإسلامية مفهوم طبعاً إلى كل ده ففي مكاسب للإدارة الأمريكية والولايات المتحدة عشان توقع على ده قدت قائمة تحفيزية لإسرائيل زي ما حضرتك عارف 20 مليار دولار موضوع الـ F-15 و F-35 تسريع تسلمها 3.5 أيضاً مليار للمساعدات الخارج البرنامج ففي تفاصيل هم أدوا قائمة تحفيزية لإسرائيل لدفعهم إلى هذا السؤال هل نتنياوز لدفعهم إلى هذا ولا لاستكمال الحرب يعني الحرب انتهت يعني مش هكون صادم لحضرتك وإحنا قلنا هذا الكلام منذ أكثر من أسبوعين الحرب انتهت في غزة اليوم هي عمليات عمليات بمعنى قبل حتى ما يعلنوا معلنوا رسمي بمناسبة سوز محمد أول مبارح لكن العمليات العسكرية الكبرى انتهت في قطاع غزة الآن الحديث عن تمشيط لبعض العمليات يعني هتقول إزاي ما هم بيعملوا لسه بيستهدفوا مواقع مدنية بيستهدفوا مدارس بيستهدفوا مستشفيات دي نتيجة لمعلومات استخباراتية بتأتي من قبل فرق المستعربين والفرق الأمريكية دلتا وفيه فرق بريطانية بالمناسبة التلاتة بيشتغلوا فيه القطاع فبتبقى فيه معلومات متوفرة عن احتمالية وجود عدد من المحتجزين عدد من قيادات حركة حماس مدنية هل بناء على معلومات فعلا ولا هو استعراض قوة والتأكيد على بسط إدهم في هذه الأمات المتحدة لا هي معلومات أكتر منها لأنه بطبيعة الحال استهداف بعض المنشآت المدنية إسرائيل بتتخوف الآن من ضم هذه الملفات حضرتك إلى الجنائية والمحكمة العدد الدولية لأنه كمان خلال فترة وجيزة جدا ستزل مذكرات التوقيف لرئيس الوزراء نتنياه ورئيس الأركان وقادة التشكيلات ففيه تفاصيل كتيرة جدا في إسرائيل تفصل لحضرتك ليه هم النهاردة يسعوا إلى الوصول الاتفاق لأنه هذا الاتفاق أيا كان هو اتفاق حيبقى رابح في الجميع رابح في إسرائيل رابح في حماس رابح في الإدارة الأمريكية وبالتالي مهم جدا النص اللي السؤال هل الست أسابيع للمرحلة الأولى هتبقى كافية؟ لأول وقت بيمر ونتنياه زكي كافية وملزمة؟ خلينا برضو نتفق على قصة ملزمة دي محتاجة تعهدات وضمانات الجانب الأمريكي أعلن في المفاوضات التزاموا بها يعني هتبقى فيه تفاصيل كتير قوي فيه المرأبة في الأطراف اللي هترائب حضرتك الاتفاق في الأعداد اللي راجعين يا أستاذ محمد فيه المناطق الشمال هتبقى إيه الصلاحيات للوفدة هيشتغل إزاي؟ فيه مرأبة للعناصر اللي هتعود طبعا إسرائيل متزرعة بأنه هيتم فحص أمني بمعنى أنه فيه ممرات عملت فيه ممرس ممرأة نتسرين دات عمل هيبقى قدامه شارع الرشيد المقصم الآن هتبقى فيه وحدات هتوقف تكشف على الأسماء وهي راجعة الناس اللي راجع من الجنوب للشمال العناصر بتاعت حماس هم عندهم من بعض التفاصيل بقى أنا مش عايز أزعج الناس لكن هو فيه جزء منه هيبقى مرتبط أنه يشيك على الأسماء المرأبة المتابعة الفحص الأمني الإجراءات وحضرتك بيرجع يعني فيه دوابط ليه الراجعين دكتور؟ فيه دوابط ليه الراجعين؟ مش من أي حد أنه يعود للأملكة؟ لا هو هيبقى الأمر مفتوح هو الأعداد غير محددة لكن حيتم فحصها كي لا تكون منتمية للفصائل الفلسطينية المقاتلة وفق المفهوم إسرائيل زائد حيأمن حضرتك الجو بمعنى أنه الأعداد وهي راجعة ما تحصلش أخطاء زي ما حدد كنت بتشوفي أخطاء في استهداف بعض العائدين أو ما إلى ذلك وبالتالي النقطة دي مهمة الممر ده تعمل بالمناسبة في الفترة الأخيرة وده اللي أسم وشطر الكطاع عشان يبقى فيه إجراءات أمنية بالإضافة للممر اللي أشهر طبعا ممر صلاح الدين اللي إحنا اشترطنا مصر موقفها واضح أنه لن يكون هناك وجود لإسرائيل وحتنسحب إسرائيل بالمناسبة برغم كل التصلحات العباسية اللي إسرائيل بيقولوها هينسحبوا من ممر صلاح الدين وهينسحبوا من الوجود من معبر رفع على الجانب الآخر ده شرط مصري وشرط مصري لا يقبل نصف حاله وشيء بخيار فيه ضغوطات في هذا الإطار ومصر لن تسمح بيه استمرار وجود إسرائيل على هذه الممرات الممرات الأخرى البديلة اللي هي تعاملت دي هتبقى جزء بقى فيه الترتيبات الأمنية ما بين إسرائيل وما بين الجانب الحماس في هذا الإطار طيب الممرات اللي هتتعامل عشان الناس اللي موجودة في الجنوب بتعود مرة أخرى للشمال هل هي بتطمئن الشعب الفلسطيني ولا تخوفهم أكتر؟ يعني خلينا نتفائل أنه الناس يرجع بداية الأعداد طبعا لابد أنهم هيرجعوا أستاذ محمد حيقضوا فين؟ السؤال لأن المناطق متهدمة ده رقم واحد طبعا أثنين مين اللي حيوفر لهم الخدمات؟ ثالث حاجة أعمال الأبعاد بقى الإنسانية حيتعمل لهم مخيمات حيتعمل لهم في عشرات التساؤلات اللي حالك تترحم ومين اللي حيزيل الركام والحطام اللي موجود المباني المتهدمة؟ القطاع لابد أن احنا نعترف بصورة كاملة بعيدة عن الأبعاد الإنسانية لم يقعد قطاع غزة القطاع يحتاج لسنوات لإزالة بس الحطام والركام سنوات قبل أن تبدأ أي مشروعات للإعمار أو ما إلى ذلك وبالتالي العودة دي سترتب دخول آمن للمنظمات والمؤسسات المنحة يبقى فيه دور أوروبي يبقى فيه تقديم خدمات مصر تشارك فيه المعبر نفتح ده ما هو مصر من اليوم الأول بتقول تقديم المساعدات الإنسانية فتح المعبر للإعاشة في ظل التعانوت الإسرائيلي هنا هيبقى الأمر مختلف هتدخل شاحنات هتبدأ إعادة إحياء الوجود الفلسطيني الموجود على الأرض هل هيعيشوا في الظروف دي؟ أهم حاجة والسيد محمد أن البعد الديمغرافي لا يمس أن مصر تمسكت من اليوم الأول أنه يبقى السكان على الأرض ما تقوليش بقى هيعيشوا في عمرات في السكنات في مأماكن إحنا عايزين البعد السكاني على أرضهم لأنه إذا كان خرج الفلسطينيين من مناطقهم بصورة أو بأخرى ما كانش يبقى فيه البعد الديمغرافي هو أهم بعد موجود السيد محمد فيه قطاع غز ولهذا لمصر من اليوم الأول رفضت كل المشروعات الخاصة بالترانسفير والترحيل والتهجير والتسكين خارج قطاع غز اليوم بنقول الفلسطينيين أنتوا هترجعوا هيرجعوا يعيشوا في أماكنهم إلى حين أن يرتب المجتمع الدولي لأن دي مسئولية دولية إلى الوصول إلى الإعمار في المرحلة الثالثة ربما يتم دمجه بالمناسبة المرحلة الثانية والثالثة إذا توفرت الإرادة السياسية وفيه جزء منه إسرائيل بالمناسبة مش نتنياهو يعني نتنياهو حينما يفرد شروطه ويفرد كذا لكن في النهاية أنت أمام مجتمع دولي وهناك ضغوطات كبيرة داخل إسرائيل مش مرتبطة بس بأسر واحتجاجات العائلات وغيره لا هي مرتبطة بحالة المجتمع الإسرائيلي الإسرائيل تعيش تحت الأرض في ملاجئ في كذا الأمور بقى مرتبطة بأن المواطن الإسرائيلي يريد أيضا أن يعيش فبالتالي لابد أن يؤمن بصرف النظر بقى بقاء كل دي ضغوط عليهم برضو طبعا فيه ضغوطات وضغوطات مهمة وموضوع أن نتنياهو يشتري الوقت للوصول إلى ما بعد 5 فبراير نوفمبر الانتخابات اللي جاية في أمريكا وأنه يتوقع أن يأتي ترامب نكمل صفقة قرن دي تخيلات وأوهام لدى الجانب الإسرائيلي الوقاعة تتغير على الأرض أكيد مبارح كان فيه لقاء لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ستيفان سيجوني وزير الخارجية الفرنسي أبرز النقاط اللي تم تدولها هو طبعا فرنسا طبعا العلاقة مع فرنسا علاقة متميزة كما تعلمي حضرتك لكن الفرنسيين بطبيعة الحال بيسجلوا حضور مش بفرنسا بس على أنهم ممثلين حضرتك للاتحاد الأوروبي فرنسا وألمانيا هم من يقودوا قاطرة الاتحاد الأوروبي لكن أنا أعتقد الفرنسيين يبحثون عن دور في القضية الفلسطينية ومهم للغاية أن يتم هذا وأذكر حضرتك أن كانت فرنسا دعت لمؤتمر السلام في الشرق الأوسط اللي خربته إسرائيل بالمناسبة في توقيتات معينة ففرنسا لها حضور في ملف العلاقات جيدة القاضى الأوروبيين بيحبوا يسمعوا ينصطوا إلى القادة السياسية في مصر الاعتبارات كتيرة نقطة ارتكاز للإقليم ربما تكون القضية الفلسطينية قضية محورية في مجال السياسة الخارجية لكن مصر هي اللي بتحدد بصلة الاتجاهات في الإقليم النطاقات السراتيجية للإقليم كلها مصر هي اللي بتتحرك فيها في كل الملفات في هذا التوقيت كل الشكر لحضرتك فاندم شرفتنا ونورتنا ودائما بنستمتع بتحليلاتك وأجبتك على الأسئلة اللي الناس كلها بتسأل عنها يعني شكرا جزيلا ليك دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية ألف شكر حضرتك شكرا لحضرتك فاندم